خلال المناظرة الثانية بينهما ليلة الثلاثة في نيويورك تبادل مرشح الرئيسة الأمريكية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الجمهوري ميترومنيا لاتهمات حول مسائل داخلية وخارجية المرشح الجمهوري اتهم الرئيس الأمريكي بوضع الولايات المتحدة على طريق اليونان بسبب انتقال يدين العام للولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية من حكم أوباما من 10 ألاف مليار دولار إلى 16 ألف مليار دولار وقال رومني إذا أصبحت رئيسا فسوف أجعل أمريكا تعمل مرة أخرى وسوف أسلك الطريق الصحيح للحصول على ميزانية متوازنة وهذا ما لم يقم به الرئيس سوف نتأكد من أنه يمكننا إصلاح رعاية الصحية وضمان الاجتماعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة الرئيس قال إنه سيفعل هذا لكنه لم يفعل في المقابل سعى أوباما خلال المناظراء إلى استعادة جانب من تأييد الذي فقده بعد أدائه الذي وصف بالضعيف في المناظرة الأولى التي جرت قبل أسبوعين وقال أوباما إن رومني قطع وعودا على نفسه الصعبة التحقيق وأكدا أنه ليس الرئيس الذي تحتاجه أمريكا مشيرا إلى أنه جسد وعده للأمريكيين بتخفيض الضرائب وتهم الرئيس الأمريكي خصمه المرشح الجمهوري بأنه جعل من الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي قضية سياسية في محاولة من رومني تسجيل نقاط انتخابية تسجيل نقاط انتخابية